بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم يا مشعل النور للأمصار في الظلم منك يا بلاد انطلقت دعوة التوحيد للأمم يا صخرة في صميم الشرق شامخة كم حاولوا كسرها وما عرفوا تفنن الواصفون فيك فما استطاع لك وصفا ولك عند رب العرش قدر وذكر فمصرنا يومها أمن وغدها نصر وهي بوعد الرحمن دوما تعطصم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يجسد تشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال وزارة الداخلية بذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة تقديراً كريماً تزدان به هامات رجال الشرطة الذين كانت مسيرتهم ولا تزال الولاء والفداء للوطن والالتزام بأمنه واستقراره خلف قيادة حكيمة تتحدث للدنيا بالإنجازات لا بالكلمات وترسخ بالأفعال إلى الأقوال أرفع المبادئ والدلالات أن مصر قادرة على توطيد أمنها وأمان شعبها دون تفريط أو تراجع مع خير بداية به ومبتدى قبس من نور القرآن الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشاب عزة جمال بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم الجمع الكريم إذا كانت هيئة الشرطة قد نسقت من تاريخ الخامس والعشرين من يناير عيدا قوميا لها فإن مسيرة العطاء والفداء لم ولم تنقطع فها هو الزمان يسطر بكل الفخر والاعتزاز دور الشرطة على امتداد مراحل النضال الوطني المصري وكيف كان أبناؤكم من رجال الشرطة دوما في طليعة المخلصين تسبق أرواحهم أكسادهم في كل موجة وطنية تكافح من أجل سيادة هذا الوطن ورفعته وظلت الشرطة بذلك جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم تدفع في كل مرحلة ومعركة خاضها عبر تاريخه العديد من البطولات تكسيدا لحقيقة أن مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها وتضحيات أبنائها وهم لها فداء ترجمة نانسي قنقر